في إطار خارطة طريق طموح 21 و 2000، برصة القيم بالدار البيضاء تخطو خطوة نحو نظام إصلاحي جديد في مصاري التحديث والعصرانة والرفع من الأداء وفق المعايير الدولية. النظام الإصلاحي الجديد يحدد القواعد المتعلقة بإدراج الأدوات المالية للتسعير، وكذا قواعد إقامتها والتشطيب عليها، كما يحدد القواعد والإشراءات المسترية المتعلقة بطريقة سير السوق الرئيسي والسوق البديل. يشار إلى أن مخطط طموح 21 و 2000 يندرج في إطار سعي البرصة إلى ضخ دينامية جديدة في سوقها والإسهام في بناء مركز مالي أكثر جاذبية، وبلورة هندسة جديدة للسوق تهدف إلى جعله مركزاً مالياً إفريقياً مندمجاً، يسهل الولوج إلى رأس المال ويلب حاجيات الشركات والمستثمرين الأجانب. حري بالتذكير أن برصة الدار البيضاء شهدت في تاريخها عدة عمليات إصلاحية، نذكر منها الإصلاح الكبير الذي تم عام 1993 والتعديل التنظيمي لسنتي 2008 و2014. وحسب إحسائيات تغطي عشر سنوات من نشاط برصة الدار البيضاء، سجل مؤشر مازي ارتفاعاً بـ 6.9% وانتقل حجم الرسملة في البرصة من 511 مليار درهم في عام 2009 إلى ما يزيد عن 580 مليار درهم في 2019. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر